طيب احنا 24 ألف سيدة زي ما حضرتك قلت استفادوا بشكل مباشر من مبادرة مستورة متوقع نوصل لأدئية تقريباً أو الخطة بنسبة لنا نوصل لكام سيدة؟ الحقيقة احنا في المرحلة القادمة من التمويلات عندنا بنستهدف نحن نضاعف الرقم ده إن شاء الله وفي نفس الوقت بنتيح حالياً قرد أو تمويل جديد يبقى شامل للسيدات والرجال والرجال كمان طبعاً عشان بيغيرهم يعني مستورة طبعاً مستمر معنا زي ما هو للسيدات فقط طبعاً فإن شاء الله هيبقى فيه برضو خلاص تم بنفس هيبقى بنفس الآلية برضو يعني بآليات مشابعة لأنه هيشمل مشروعات أكتر وهيشمل كمان نوعيات مختلفة من المشروعات إذا بالرجالة تبسس بقى يعني نقدر نفهم من حضرتك أيها نقدر نفهم إيه شكل المشروعات التانية المشروعات الجديدة في مشروعات آه يعني ممكن حد يكون عايز يعمل مثلاً ورشة صغيرة أو بيجيب عنده حرفة معينة فمحتاج عدة في صيانة سيارات مثلاً أو صيانة آلات أو أجهزة إلكترونية أو أجهزة محمول أي مشروعات المشروع يتكلف عدود للخمسين ألف نقدر أن احنا نموله ما فيش أكتر لحد خالص يعني لا فيه طبعاً أكتر مشروعات صغيرة بنوصل لخمسة مليون وده متاح برضو في البناء لخمسة مليون يعني نهاردة حالك قلت إن فيه المحافظات الحدودية بتعمل تسمين مثلاً حاجات دي ودي حاجات فيها تنمية يعني الحقيقة المستدامة إحنا محتاجين ده هل بفيه إقبال على المشروعات التنمية خصوصة إحنا عايزين نعتمد على المشروعات لكن المشروعات اللي بمبالغ أعلى من كده بتتطلب نوع من دراسات الجدوى الأكثر عمقاً ومستندات طبعاً أكتر شوية لأن المبالغ بتبقى أكبر طبعاً مشروعات حجمها وطبيعة شغلها أكبر شوية لكن دي بره مبادرة مستورة لكن إحنا لما نجي نتكلم عن مبادرة مستورة إنه إحنا بنزف الخبر دلوقتي للناس إنه كمان فيه رجالة هتستفيد من المبادرة دي مش نفس المبادرة منتج متناهي الصغر أيضاً اسمه فتحة خير ده خصوص ده للسيدات والرجال مع بنك ناصر برضو مع بنك ناصر التنمية بنفس الشروط تقريباً بنفس الشروط تقريباً بالنسبة للرجالة والسيدات برضو فممكن السيدة اللي حصل على مستورة وعايزة قرد تاني تكبر بيه المشروع تقدر تدخل فيه فتحة خير أو في منتج بدايتها فكرة اللي هو بيوصل لخمسة مليون بدايتها فكرة وفتحة خير بدايتها فكرة معجبني قوي أسماء أسماء لذيذة كده حاجة تدول التفاؤل يعني ده حي